يزيد عمر هذه الحجارة العتيقة التي بني منها المسجد العمري الكبير في غزة عن 1400 عام ثاني أعرق المساجد وأقدمها في فلسطين بعد المسجد الأقصى لكن الغارات الإسرائيلية سوته بالأرض على بعد عشرات الأمتار من المسجد العمري غارة إسرائيلية أخرى طالت كنيسة القديس بريفاريوس للروم الأرثدوكس أقدم كنيسة في قطاع غزة ما ألحق أضراراً كبيرة في بنيتها منذ هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الجاري شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية آلاف الغارات الجوية على قطاع غزة دمرت أجزاء واسعة من القطاع والدمار لحق بأكثر من ثلاثين مسجداً بشكل كلي وأضرار كبيرة في ثلاث كناس إسرائيل تدعي أن حماسة تستخدم دور العبادة لإطلاق الصواريخ عليها ولكن من تحت ركام الكنائس والمساجد انتشلت فرق الإنقاذ عشرات القتلى والجرح الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ترجمة نانسي قنقر